من رحم المعاناة المتفاقمة يولد الأمل ومن قلب خيام المهجرين قسرا بعيدا عن بيوتهم في ناحية جرف الصخر تولد قصة نجاح تؤكد قدرة العراقيين على التحدي رغم كل المعوقات والصعوبات وصنوف الظلم والعنت التي يتعرضون لها تسع وتسعون في المائة فاصلة سبعة وخمسون معدل حصل عليه في الصف السادس العدادي الطالب عبد الملك وليد خليل المهجر منذ سنوات مع آئلته إلى خيام النازحين في مخيم بزيابز في عامرية الفلوجة ليكون في المركز الثالث على مستوى العراق كان طموحي من دخلته السادس اللي هو الطبية الآن كان هذا الخيار الوحيد واللي ممكن أنه يعالج وضعنا واللي يعني يعني خلصنا من هاي المعانات وأحقق حلم اللي هو كان هدفي من دخلته السادس وليد خليل والد الطالب المتفوق عبد الملك يروي جانبا من المعانات والصعوبات التي واجهتها العائلة بسبب التهجير القسري والنزوح المستمر منذ عشر سنوات ولم تزد ابنه إلا إصرارا على النجاح والتفوق داعيا جميع الطلب العراقيين إلى التغلب على الصعوبات وإدراك النجاح أدعو جميع الطلبة أن لا يكون هناك يعني يعني عائق أمامهم يعني خلي الظروف أنه أمامه مشكلة أو ظروف ويكون عائق أمامه ما يحقق الطموح لا هذا مهدف لأن العراقيين بشيمتهم يعني هم يولدون من رحم الظروف الصعبة والمعانات ولكن يحققون أسمى الأهداف والغايات هي قصة نجاح تعكس ما يملكه شباب العراق من أمل يتغلبون به على واقع يغص بالظلم والفساد والطائفية هي قصة نجاح عبرت حدود القهر والألم من أوضاع مأساوية لتؤكد أن الشباب قادرون رغم كل ذلك على كتابة صفحة جديدة مشرقة من تاريخ العراق